وصفة مكدوس الملفوف المحشي وصفي ولا اطيب من ابتكارات مطبخ امطلال جربوها حتكون معتمدة عنكن وكتير مميزة بطعمه وبنكهده هايدي لعشاء الملفوف عملنا الملفوف محشي بالمكدوس وعملت نوع تاني حشيته لبنة مع حشوة المكدوس كتير طيب وازا جربتوه رح يكون من الوصفات المعتمدة دايما بمطبخكن بصلتة الملفوف المكدوس انا نزلت لكم الطريقة وحبا تصوركم هلأ طريقة اصابع الملفوف المحشية كتير سهلة وبسيطة بس بده شوي طولت بال لنحضر اطيب وصفة اصابع ملفوف محشية بالمكدوس اول شي رح اتجهزوا ملفوفة بالنسبة للملفوف الكمية على زاقكن ما في مقادير معينة انا بحب دايما نشيل هيدا الجزور اللي بتكون كبيرة بحط ملح خشين ورشة تكمون وخل جوه الملفوفة الخل بساعد على تسوية ورق الملفوف اسرع وبيكون تعقيم لمية سلء الملفوف افضل والكمون بخلي الريحة ما تطلع وقت سلء الملفوف والملح الخشن مع الخل كمان بيكون تعقيم وبسرع بتسوية ورق الملفوف ولازم يكون مستوي عنا كتير كويس مش نص سلقة او ربع سلقة بده يستوي عنا على الاخر هلا جهزت حشوة الملفوف توم على زاقكن ما في نسبة معينة دبس الفلفل وجوز ورشة ملح ومنخلطهم كلهم سوا هيد الحشوة بالنسبة للتوم انا ما فيني اتحكم فيها انا بحب حطلهم شوي سبيسي هيدا الفلفل انا عمليته مجروش بضيفه على الجوز وعلى التوم وعلى دبس الفلفل يلي ما بدي اياها سبيسي تلغي بس بتكون طعمتها طيبة بحشوة الملفوف جهزنا الحشوة زودت شوية جوز لانه هيدا اشياء بتعتمد على النظر وعلى الكمية طبعا الجوز بيكون مفروم على السكين بناخد ورق الملفوف ومنشيل العروق اليابسة وصغروهن ما بدنا نكبرون ومنرتبون علشان يطلعوا عنا لما نلفوا نمرتبين شايفين قدي الورقة صغيرة بتاخدوا من الحشوة بتحطوها بالملفوفة وبتلفوها بهيدا الطريقة وما تزودوا ورق يعني ما تلفوها كتير شايفين كيف هيك كافة وبتشيلوا هيدا الاطراف لتكون عنكن مرتبة لما تحطوها بالمطربان بهيدا الطريقة راح حط كمان من الملفوف فيهن حشوة المكدوس ومنلفهم اصابع ومنشيل النهايات من كل اصبع ومنرتبهم باللف لازم يكون شكلهم مرتب لما تلفوهن حطيت كمان حشوة عم صوركن اكتر من واحدة لما كنت لفهم كنت اخد منهم واكلهم هن وقبل ما اعملهم مكدوس قد ما كانوا طيبين اذا فيه عرق يابس انتو عم بتلفوها لازم ينشال ولازم تكون مرتبة هلا الورق اللي بيزيد فيكن تعملوه مع برغل فيكن تعملوه اي طريقة تانية انا كتير مصورة وصفات لورق الملفوف هيدا الاطراف اللي بتزيد عنها بس ما فينا تكون الورق كبيري وسميكي بدون يكونوا اصابع صغار واي قطع زيادة بدنا نشيلهم يعني لاحظوا هيدا الورقة فيها عروق يابسة هلا راح قصهم ما راح خليهم بس بتاخدوا الحشوة بتعملوها بهيدا الطريقة كتير سهلة شايفين قصيت هيدا العرق اليابس وبيترتبوا عنا وبيكونوا جاهزين وهيدي اصابع الملفوف المحشية بالمكدوس شايفين ما احلى هون صاروا عنا جاهزين فما تكتروا اللف كتير عليهم عشان تستطعموا بالمكدوس انا بحب حط شرايح فلفل احمر هيدا اختياري مو شرط هيدا للناس اللي بدي اياها تكون سبايسي لانه باكلهم كمان مع الملفوف وبياخدوا الطعم من بعض وهلأ راح نرس الأصابع بهيدا الطريقة انتبهوا ما يفتحوا معكم بدون يكونوا مرصوصين على بعض لا يتعبى عنا المطربان لفوق هيك منرسهم والمطربان لإزاز بدون يكونوا معقم غالينوا بمي مغلية جهزنا كل أصابع الملفوف وحطيناهم بالمطربان معلقة ملح بحري ناعم صغيرة أو بتطحنوا ملح الخشن ما تحطوا ملح اليود لأنه بيهري أي نوع من المكدوس حطيت ورقتين ليمون حطيت شوية فلفل حار على وش الملفوف وهيدا الإضافة اختياري للناس اللي بيحبوا السبايسي متل امطلال حطينا زيت زيتون أصباني بتعبوه وبس بتخلو شوي من فوق المطربان فاضي لأنه رح يفور الزيت لفوق بس يصير فيه يطلع الهواء من المطربان رح يصير يرتفع عنا الزيت لفوق وحطيت الغطة عليهم ما بسكرون لتاني يوم المساء شوفوا كيف حط عليهم النيلون بهيدا الطريقة لتاني يوم المساء ليمروا عليهم 24 ساعة لأنه الزيت رح يفور لفوق المساء منغطيهم ومنخليهم بدون عشرة أيام أو 8 أيام بيكونوا مستويين ماخدين طعم بعض يعني بعد 8 أيام فيكون تاكلوا منهم لأنه الملفوف مستوي بس عشان المكدوس اللي جواته ياخد الطعم ويستوي أكتر ويكونوا مشبعين بالنكهات أكتر تسكرتهم بالليل خلاص شلتنا لأنه سكرناهم وبعد 8 أيام بتكون الصلطة وأصابع الملفوف جاهزين عندي وما منحطهم بالتلاجة إذا المطبخ عنكن فيه تكييف ما بدون تلاجة أبدا إذا ما في تكييف فيكن بآخر رف تحت بس أنا بفضل يكونوا مش بالتلاجة أبدا هلأ هايدي وصفة أصابع الملفوف المحشي باللبنة مع حشوة المكدوس لازم اللبنة تعملوها على إيديكن وأنا نشفتها لمدة يومان بالتلاجة يعني هايدي اللبنة بتحطوها بمصفاية وعليها تقل لمدة يومان لتكون عنكن جدا جامدة إذا كانت اللبنة طري وفيها ما يرح تعفن عنكن المكدوس وفرمت الجوز على السكين كمان وحطينا الجوز ودبس فلايف لحلو أنا بحب بحط معاهم سبايسي فحطيت النوعين أنا دايما بعمل مونتي من دبس الفلفل حلو وحار حطيناهم بالجاط ملح وجوز ودبس فلايف لحلو وهيدا دبس الفلفل الحار واضافتوا اختياري يعني فيكن انتو بس تعتمدوا على والتوم الكمية عزوكن تقللوا تكتروا تحطوا نسبة بسيطة ما بأسر وزيت الزيتون شوي معلى أصغيرة خلطتوا كلهم سوا هلأ راح حط هايدي الحشوة على اللبنة أهم شي اللبنة بدا تكون كتير جامدة وتقيلة شايفينا كيف جامدة مجمعة على بعضها علشان هيك ما بتعفن عنكن أبدا ولا بتخرب ولا بتحمض لأنه نشفناها من المي كتير كويس خلطتوا وصارت عندي الحشوة جاهزة معلقة زيت زيتون هلأ بناخد الورقات ومنشيل العروق اليابسة وبتجيبوا فوطة وبتنشفوهن كتير كويس من المي إذا ورق الملفوف كان فيه عليه مي بيعفن فكل ما تعملوهن شايفين كيف أنا بمسح تحتون وبحطن على فوطة وبنظفن وبالنسبة لورقات الملفوف كمان أنا كنت منشفيتون كتير كويس بعد ما سلقتن يمكن نسيت إحكي هيدا الملاحظة ببداية الفيديو بعد ما سلقت الورقات حطيتن على فوط شي ساعتين ثلاث ساعات بعدين مسحت عنهن المي وبدأت أني لفن فإذا بدكن لما تشتغلوا فيهن على طول بتحطوا فوطة حدكن وبتنطفوهن من المي تماما بتمسحوا عنهن المي بتنشفوهن حطينا اللبنة شايفين كيف عم تحشوها بتفردوها على الورقة من جوا مع حشوة المكدوس بهيد الطريقة بتفردوها وبتلفوا عليها الورقة كتير سهل لو رتبوها على الأطراف شيلوا هيدا الزوايد ما تخلوه طبعا إذا كانت الكمية كبيرة منخفف منها خلص وما تسمكوا الورقة يعني ما تلفوها كذا مرة أبدا لحظتوا كيف كلمة بقطع ورقتين كيف أنا بمسح عنهن المي خلص بهيد الطريقة منحط اللبنة على الورقة ومنلفهم وهيك بتكون عندي كل أصابع الملفوف المحشية بلبنة المكدوس صارت عنا جاهزة بترسوهم بالمطربان بتكون تنتبهوا أنهن ما يفتحوا معكن تسكروهن كتير كويس وبتخلو جهة اللي بتكون الطرف بيلزء الحبة الثانية عشان ما يفتحوا ومن الرصد ما حيفتحوا معكن وكل هيدا المكدوسات أنا ما بحطهم بالتلاجة أبدا إذا كان المطبخ فيه تكييف أو بتحطوهن بخزانة إذا نشفتوهن من الماء ما حيخربوا عنكن أبدا حطيت رشة ملح صغيرة ملح البحر الناعم بتطحنوا ملح خشن أو بتجيبوا ملح البحر الناعم وحطيت عليهم زيت زيتون حطيت شوية قرون فلفل حبتين توم أنا بحب يكون فيهن سبيسي وأنا من عشاء التوم بيعطي نكهة للزات كتير طيبة طبعا الملفوف حبيب التوم وسكرتهم وبخليهن خمسة أيام ستة أيام بيكونوا جاهزين أقل لأنه هيدا بسرعة الملفوف مستوي يعني بعد أربعة أيام فيكون تاكلوا منه وعملوهن مرادبين صغيرة فبيخلصوا عنكن بسرعة أهم شي أنا ما بحطهم بالتلاجة إذا حطيتوهم بالتلاجة رح يجمد عليهم الزيت ورح تلاقوا اللبنة عنكن حمضت إذا طلعتوها برا ولا يدوب عنهن الزيت وترجع وترجعوها على التلاجة بتحمض معكن اللبنة فكل أنواع المكدوسات أنا دايما بخليها على طاولة المطبخ ما بحطها بالتلاجات أبدا وما بيصير على مكدوساتي شي لأنه دائما بنشفهم من الماي كتير كويس مكدوس أصابع الملفوف والسلطة واللبنة جاهزين